هل تريد أن تجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية واحترافية؟ هل تريد أن تضيف نصوص وعناوين وترجمات إلى فيديوهاتك بسهولة وسرعة؟ هل تريد أن تستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ومحتوى فيديوهاتك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت في المكان الصحيح في هذا الفيديو سأشارك معك طريقة رائعة ومجانية للكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالهاتف فقط ستتعلم كيف تستخدم مواقع وتطبيقات مجانية تدعم اللغة العربية وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت والصورة وتوليد النصوص المناسبة لفيديوهاتك ستتمكن أيضا من تعديل وتخصيص النصوص والألوان والخطوط والمؤثرات الصوتية والبصرية لتناسب ذوقك ورسالتك هذه الطريقة ستوفر عليك الكثير من الوقت والجهد والمال في إنتاج فيديوهات عالية الجودة ومميزة ستزيد من جمهورك ومتابعيك وتفاعلهم مع فيديوهاتك ستجعل فيديوهاتك أكثر سهولة في الوصول والفهم والانتشار فهل أنت مستعد لبدء هذه المغامرة الرائعة؟ إذا كان الأمر كذلك فلنبدأ الآن طيب أول خطوة معي هروح على متصفح جوجل كوروم الموجود عندي على الهاتف هفتحه بالطريقة دي وهاجه في البحث عن هنا هكتب شاشة سوداء هكتب جملة شاشة سوداء في البحث تابع معي الشرح وهضغط على علامة الصور هتفتح معي الصور دي هشوف صورة تكون شودة خالص مثلا على سبيل المثال زي دي هضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هضغط ضغطة طويلة عليها مباشرة وهضغط على كلمة تنزيل الصورة بالشكل ده بعد كده هروح على برنامج كوب كوت طبعا كلنا عارفينه برنامج بتاع المنتهي تقدر تنزيله على متجر بلاي لو مش موجود عندك هفتحه بالشكل ده وبعد كده هروح على علامة التعديل هنا بالأسفل وهضغط على مشروع جديد وهجيب الفيديو اللي انا محتاج ان انا حط الترجمة عليه او الكلام التلقائي اللي هيظهر عليه على سبيل المثال هختار الفيديو بتاعي ده هل تريد ان تجعل اضافة وفي الاسفل هنا هلاقي كلمة اسمها التراكب هضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هضغط على اضافة التراكب وهروح هنا على العلامة الصور هنا بالشكل ده اختار الصور وهي اختار الصورة السودة اللي انا نزلتها في بداية الفيديو وهضغط على اضافة هنا وبعدها يحولني للطريقة دي هبضغط هنا هكبر الصورة الصورة هحط ايدي على الشاشة الصودة وهكبرها بالشكل ده لحد ما اتغمق الصورة خالص وتقفلها ومن هنا هشدها هجع عند الاسفل هنا وهشدها كده لحد ما اوصل لنهاية الفيديو معايا تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف الطريقة سهلة ازاي ومكانية وبدون اي مشاكل خلاص شدتها لحد نهاية الفيديو بتاعي هضغط هنا بقى وهولد او هنتج الفيديو خلاص اشطابه اعمله استخراج بعد ما انتهى بعد ما انتهى معايا الفيديو كده هروح بقى على متجر بلي وهنزل التطبيق اللي انا هقول لك عليه ده زي ما احنا شايفين هنفتح متجر بليه وهكتب هنا تطبيق زيمو اهو هيظهر معايا بالشكل ده ودي اكونته شكله معايا هضغط على تسبيت وهسبته بعد ما انتهيت من تسبيته هروح في البحث برضو هكتب هنا بريد مؤقت بالشكل ده هتظهر معايا الواجهة دي اختار منها كلمة بريد مؤقت ودي ايكونة التطبيق اللي احنا هنحتاجه معانا انا هقول لك نزلته لدي الوقت وهتثبته بالطريقة العادية بعد ما هتثبته هنروح نفتح التطبيق بتاع زيمو اللي احنا نزلناه في البداية بالشكل ده تابع معايا الفيديو بعدها هضغط على مشروع مجاني تابع معايا الفيديو حتى تعرف تستخدم التطبيق بعدد لا نهائي من المرات مهم جدا نتابعه للنهاية ولو وصلت معايا لحد النقطة دي نتجداش اللايك الجميل وتشارك معانا في القناة وكومنتك اللذيذ هتفتح معايا الفيديوهات بالشكل اللي احنا شايفينه ده هختار منها الفيديو اللي انا عملت له اصدار او سجلته عليه من طريق كوب كات بالشكل ده هختاره اللي هو بالشاشة السوداء ومن هنا هيطلب مني تسجيل الدخول ودي اهم نقطة عندي في الفيديو مهم جدا نتركز فيها هضغط على تسجيل الدخول هنا بالشكل ده عن طريق الايميل مش عن طريق جوجل ولا عن طريق الفيسبوك هختار اخر حاجة معايا هنا بالشكل ده وبعدها هنا هلاقي كلمة في الاسفل هنا سجل الان هضغط عليها هتفتح معايا الوجه اللي احنا شايفينه هنا هيطلب مني ادخال البريد الالكتروني الخاص بي هروح على التطبيق اللي احنا ثبتناه المرة التانية اللي هو البريد المؤقت او التم بميل اللي هو اللي احنا نازلناه اخر تطبيق معانا هفتحه بالشكل ده هتفتح معايا الوجه ده هطلب مني الاشتراك طبعا انا هتخطى الموضوع ده مش عاوز اشترك فيه ولا حاجة هضغط على الاكسل الموجودة فوق ده الوجه ده ومن هنا هلاقيه عمديني بريد الالكتروني الواحده هضغط على كلمة نسخ من هنا وبعد كده هروح على التطبيق بتاعنا تاني وهضغط على كلمة لسق ضغط طويله وهضغط لسق وبعد كده هضغط على كلمة استمرار بعدها بعت لي كود تأكيد بعت لي كود تأكيد على البريد الالكتروني اللي انا ادخلته ده هروح للبريد الالكتروني التطبيق بتاعي تاني اللي كنا فتحينه هلاقي هنا عندي فيه رسالة وصلت هلاقيها في الأسفل هتغط عليها ومن هنا هلاقي الرسالة بالكود اهو هلاقي الرمز بتاعي اهو هتخله في خانة تأكيد البريد الالكتروني في التطبيق بتاعنا واحد واحد هتغط على استمرار بعد ما اتخلته هنا هدخل اي كلمة سر او كلمة مرور وكده هيفتح معي تطبيق وسجلت عليه بطريقة سهلة جدا الخطوات الجاية مهمة جدا مهم انك تابعني فيها وطبعا خطوات دي مش ضروري تعملها كل مرة هي المرة الاولى بس هتفتح معك واجهة التطبيق كده وطبعا عندك هنا هتلاقي علامة مائية للتطبيق هعرفك ازاي تشيلها والتطبيق بيديك مرتين بس انك تستخدم فيها الطريقة دي بشكل مجاني هعرفك ازاي تستخدمها بلا حدود مجاني تابعني لحد النهاية بعد كده هروح على كلمة التسميات التوضحية الموجودة في الاسفل هضغط عليها ومن هنا هضغط على التعرف التلقائي هنتظر بعض الوقت هنا ثواني معجودة هلاقي حمل معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين بيعد معايا بعدها حاولني الوجهة دي وبيقول لي لديك فرصتين مجانيتين بس هعرفك ازاي تاخد فرص بلا حدود من التطبيق تباني لحد النهاية وهنا هتخطى دي هقول له فهمت هنا ومن هنا هختار لغة الفيديو اللي انا بتكلم بيها طبعا اختار اللغة العربية ومن هنا لو عايز اضيف ترجمة كمان تضاف مع اللغة العربية في الكتابة على الشاشة هقدر اضيفها من هنا سواء لغة انجليزية او غيرها وده ميزة مهمة جدا لو انت عاوز تستهدف جمهور تاني غير الجمهور العربي بتاعك او الجمهور اللي بيتكلم لغتك هتختار من هنا اي لغة سواء انجليزي او كل اللغات العالم هتلاقيها موجودة وهتظهر الترجمتين على الشاشة العربية واللغة اللي انت مختارها اضغط بعد كده على الاعتراف من تحت هنا هيبدأ يحمل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده انتظر بعض السواني هي هيبدأ يظهر معايا الترجمة على الشاشة زي ما احنا شايفين قد الكلام ظهر معايا اكثر جاذبية واحترافية هل تريد ان تضيف نصوص عنوين وترجمات الى بديوهاتك بسهولة وسرعة هل تريد ان تستخدم من قوة ذلك هل تريد ان تجه على فيديوهاتك اذا انا مش هاجبني الشكل الايكون ده مش هاجبني الشكل الايكون ده هضغط هنا على زي ما احنا شايفين على النص الموجود مكتوب في الاسفل ده بالشكل ده بعد كده هنروح على كلمة التأثيرات الديناميكية الموجودة ده وغطر اختار الشكل اللي انا احب انه يتعرض به وهتلاقي الكتير هتلاقي كتير جدا من الاشكال اللي تقدر تعرض بها الفيديو بتاعك او الكلام المكتوب على الشاشة بتاعتك بالشكل ده مثلا خلينا نشوف فيه الشكل ده وفيه ممكن اشكال تانية كتير تقدر تضيف من خلالها الترجمة انت حابب تظهر باني شكل وبانهي لغة وبانهي خط على سبيل المثال انا اخترت الخط ده وهضعت على صح هنا وهبدأ اصدر الفيديو بعد ما انتهيت منه بالشكل ده هضعت على كلمة التصدير فوق هضعت على التصدير بدون علامة مائية او تصدير مع علامة مائية هضعت على التصدير مع العلامة المائية ومن هنا هضعت على تبدأ التصدير وهنتهي لحد ما يحمل معانا بعد خلص تحميل معايا هروح على كوب كوت اللي كنا فتحينه وهفتح نفس المشروع اللي كنا فتحينه دلوقتي اللي هو كنا حطين فيه شاشة سودا بالشكل ده هضعت هنا على العلامة دي علامة الايكون السودا او الايكون للسودا وهضعت على كلمة حذف في الاسفل هحذفها وبعد كده هضعت على كلمة اضافة تراكب بالشكل ده واختار منها الفيديو اللي احنا صدرناه دلوقتي اللي مكتوب على الشاشة وهنزل همسكه كده وهشده للخلف لحد ما يبقى موازي للفيديو بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعدها هضعت على كلمة مزج او كلمة وصل اللي هي شايفينها في الاسفل دي ايكونتها زي ما احنا شايفينه ده كلمة وصل او مزج اللي هي عندك هضعت عليها وبعد كده هختار منها كلمة فلتر بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهضعت على صح وبعدها هضعت على مستوى الصوت بالشكل ده وهي خالص واخليه صفر هروح لشريط الخدمات الموجود في الاسفل ده هحول كده احرك بهيدي لحد ما لايك كلمة تحويل بالشكل ده هضعت عليها هضعت على كلمة قص بعدها احرك كده وهي احزف الايكونة هتطلعها من الوجهة بتاعتنا خالص وهضعت على كلمة صح وهبدأ اضبط الكلام بتاع الفيديو بالشكل ده هو دلوقتي مش واضح كويس عشان كده اختار بعد كده العلامة اللي فوق دي هضعت على الفيديو اللي فوق الاساسي بتاعي وهروح على شريط الاشعارات في الاسفل شريط الخدمات لحد ما لاقي كلمة قناعة بالشكل ده هضعت عليها وبعد كده اختار منها قريقة افقي بالشكل ده واحرك هحط ايدي على الشاشة واحرك كده ومن هنا هشدها شوية الاسفل بحيس تبقى واضحة واضحة لصح وكده يكون قدير تضيف الترجمة تعالوا نشوفها مع بعض بقى شكلها عامل ازاي بس قبل ما توصل لو وصلت معي النقطة دي ما استعاش اللايك الجميل وتشترك معايا وهقولك على الطريقة المجانية لتقدر تستخدم منها التطبيق بلا حدود تطبيق معرفة الكلام او ادراجه بشكل تلقائي على الشاشة ان تجعل فيديوهاتك اكثر جاذبية واحترافية هل تريد ان تضيف نصوص وعناو سهولة وسرعة هل تريد ان تستفيد من زي ما احنا شوفنا الفيديو عامل ازاي هضغط على تصدير من هنا فوق وهيبدأ ينزل معايا الفيديو بشكل تلقائي طيب تعال رفق الطريقة المجانية تقدر تستخدم منها التطبيق بلا حدود بشكل مجاني كل ما علي ان انا هروح على التطبيق بتاعي اللي هو اسمو بالشكل ده وهضغط عليه ضغطة مطولة وبعدها هروح على علامة الايكون دي علامة الايكون اللي احنا شايفينها الزيارة دي هضغط عليها ومن هنا هنزل الاسفل لحد ما يلاقي كلمة مكان التخزين وهعمل مسح ومن هنا مسح البيانات وبعد كده هروح على تطبيق تيمب ميل زي ما احنا شايفين بالشكل ده طبعا هتخطى العملية دي من علامة الاكسل اللي فوق هنا وهضغط على تغيير هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في التسجيل بس ببريد الكتروني مختلف هدي القصة اخطط على كلمة ناس وهبدأ اروح على زيمو واسجل فيه بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها في المرة الاولى ببريد مختلف هيديك مرتين تجربيتين تانين تقدر تستخدمهم وبكده فيديو النهاردة يكون انتهى ما تنساش تشترك معنا واتبعنا ولو استفدت الفيديو لايكك الجميل وتعليقك الحلو اشوف في فيديو جديد مع السلامة